تعال هنا بقى مش هرجعك ليوسف ولا لصفحة صنهور بتاعة محمد عب معطي انا هرجعك لتقرير الحكومة البريطانية قدام مجلس النواب او تحديدا مجلس العموم البريطاني house of commons نوفمبر 2015 بيقول ايه؟ انا هقول لك بامانة التقرير بتاع الحكومة البريطانية انا زاك خلصة الى الات بعد مناقشة وبحث مدني الحقيقة استغرق تقريبا ثلاث شهور بناء على مجموعة من التقارير والبحث الصحفي واللي كان منشور في سنداء ماشي؟ قالوا لنستطيع الجزم خد بالك ده البريطانيين لنستطيع الجزم بانه تنظيم الاخوان هو تنظيم ارهابي ولكن خرج من عباءته وده نصا ويرجع للتقرير ويرجع للمضابط ولكن كل التنظيمات الارهابية اسسها اعضاء بالاخوان حتى ولو كانوا بشكل سابق معلش شعب معطي معلش يا استاذ اكمل انا بقول الكلام ده مقدمة لله هقولولك بعد شوية ليه انا بقول الكلام عشان ده نعمل على دي فيلم مدته ساعة وخمسين ديئة تقريبا اسمه التنظيم هتلاقيه على يوتيوب خش تفرج طيب ده الانجليز في مصر تجربتنا خيرة الشاطر حمامة والله ضبعة ضبعة محمد بديع عد بقى اصلا انا مش هقعد اسردلك في عدد بعشرات الالاف من اعضاء هذا التنظيم او مقاية الالاف حتى لأ ده انا رحت مكاتبهم وبيوتهم في لندن بالمناسبة يا انا دايما نظر بالمثل بأنس التكريتي عافية أنس التكريتي بتاع لندن اللي هو اصلا اخوان العراق حدوتة كده يعني عايش في قصر ابن اللزينة مهم يعني بس هم بتقربنا يعني مهم